موسيقى إذن مثل ما كنا عم نقول أنه هالعيلة هي هالمشروع الأداسي هالمكان اللي نحنا بنعمة الله وبعيشنا اليومي منصير شيء فشيء عم يخد هالعطية اللي أعطينا إياها الله تنقدس أولادنا ونقدس الآخرين بس نقدر نقدس الآخرين ونقدس أولادنا مثل ما قلنا لحنا بنا نتقدس الإنسان ما بيقدر يعطي من الشيء اللي ما عنده إياه إذا شخص هلأ قال بنا نحكي صينة اللي مننا ما بيعرف الصينة كيف بده يساعده أو لغة أخرى أو عمل آخر فإذا ذكرنا دايما أنه لحنا مشروع إليه مشروع تقديس بدنا نعيشها الأداسي وتنعيش الأداسي بدنا نبلش بالصلاة شخصيا ومع أولادنا كتاب المقدس دايما بذكرنا يسوع المسيع كان أوقات كتير يبعد عن الرسل اللي كي يصلي وكل كنيسنا وكنيسنا الشرقية والغربية بس غنية كتير بالصلاة ولحنا أوقات كتير حددنا صلاتنا كعلمينيين بالإداس الإلهي غير صلوات السينيها أو ما عنا وقت لدرجة أنه حتى الإداس الإلهي ما صير نطلع بالساعة طول الوعظة أو مطلع ما بعرف من وين هالعادي كمان عنا إياها كشاريين لأنه بالغرب ما شفتها كتير الغربيين بعد المناولة ممتركوا من الروح تلنا عنا ضرورة أوكي يمكن واحد عنده ضرورة يمكن عنده شخص مريض بالبيت يمكن واحد مضطر السفر بس هالكلنا عنا ضرورة بيبرم الخورة بعد المناولة تيعطي البركة بتصير تلت الكنيسة فضيت طيب ليش ما خلص ما انتهى هالاحتفال الإلهي ما انتهى بعد في الشكر سوية وفي البركة ويمكن الخورة حابب يسلم عليكم ويخبركم شيء البيت بده يخبر لعايته هيدا متل بيجي على الاحتفال وبعدين بس بده يجي القتو بيكونوا راحوا كله متكامل مش انه الخورة عم بيزيد لانه ما عنده شيء ما علي شيء حتى ولو حسينا حالنا اول مرة تعبنين خلينا نزيد ها دقيقتين وثلاثة وننسى الساعة ليش بالوقت من روح على سهراتنا ما منسى الساعة منسى الساعة ما عد ساعتين وثلاثة ومش غلط عند اصدقائنا ليش بالكنيسة كله دقيقة ورا دقيقة لحتقولوا معا ما فهم اوكي شو الغلط ندعي الكاهن على بيتنا شو الغلط نيجي هيك جماعات ونطرح عليه اسئلة ونقول له يا ابونا ليش بتباركونا بهالطريقة ليش بتكون ينا نركع بهالمطرح او ننحنى بهالمطرح ليش مسموه هيك او مش مسموه هيك ليش هاليوم بتسموه هالعيد وليش بهاليوم ما قلنا حق نصوم بغير يوم نصوم ابن الثقف تنقدر نعرف كيف هالكنيسة بنعمة الله وبعمل الابديسين قدر يتحطي هالصلوات اللي دورة تتقربنا الى السماء فاذا الصلاة شيء مهم بس مش شالة شخصي لازم تكون كمان بالبيت رجال ومرة يصلوا مع بعض والرجال ومرة يصلوا مع ولادهن كم واحد حقيقة بيصلي مع ولادهن واذا صلهوا ايهن صغار بس يصيروا عمرهن 12 13 مام بيصير عندي درس وكذا ولحنا بنصير اوكي او بتصير المرة من المطبخ عم بتجيوي بالابانة والسلام وبيكونوا العيل البيئيين عم بيصلوا لا متل ما مايخد وقت للعشة ووقت للغدا ووقت تنحضر تليفزيون ووقت تنتواصل اجتماعيا لازم ندرب نفسنا انه ناخد وقت للصلاة كجماعة كولاية بالبيت وبيقدر نطلب من الولد انه هو يحضر صلاة وبيقدروا الكباري حضروا الصلاة وما عندنا مشكلة الحلو برزنماتنا دايما فيها كراءات من الكتاب المقدس يوميا اذا ما عرفنا نحنا نفتش على صلاة من احدى الاديسين مفتح الكتاب المقدس ومقرأة شو فيها صعوبة ومش ايش باري دايما تكون الصلاة انه لازم نتعمى الى الغوث لا اوقات بس نسمح لهالكليم يقاع بهالأرض اللي هن قلوبنا اللي اوقات منشفة منشفة ليش لا مع انه بدنا نشفة تعرفوا جلد الانسان بس يطلعوا يوميا بنبلش ينشر في الهواء وفي البرد وفي شوب وواواواوا بنتي يرجع يحط له الكرام أو ينتبه له وقلوبنا بالتحديات اليومية بصير تنشا بنشوف شيء ما لازم نشوفه المتصرف بطريقة ما لازم نتصرف فيها فهيدي عم تنشف هالأرض فبنا نرجع تخليها تتغذى تتغذى بالصلاة بهالكتاب المقدس نتحاور مع ولادنا نسألهم شو رأيكم عالدواج المثلي شو رأيكم بالعلاقة خارج الدواج شو رأيكم بالحب دايش حبيته اليوم انت ابني رحت عالجامعة اليوم دايش حبيت وانت يا بنتك محامية دايش حبيت بعملك وانت يا ابن خي الطبيب دايش حبيت بعملك وانا بيني وبين نفسي انا اللي قاعد بالبيت سيدي عم بطبخ او رجال عم بشتغل دايش حبيت وانا وراجع اليوم على بيت المساء هل حاطت الحب وجاي اول ما اتطلع بمرتي وبولادي اقول له يا رب شكرا عها النعمة او فات على البيت وبلش الغضب والزعل والعكس بالعكس واذا غضبت وهي دي بتصير وليحنا بشر هل حاطت شيء امامي تيذكرني انه لا هون الحب وهون مشروع الاديسة كيف بدي ارجع اعتذر من ابني حتى لو كان صغير كيف بدي اعتذر من ابني اذا ما اشتغلنا هيك المشروع الكلد اللي بيعرف منكن حتى لو منهم هندسة ومهندسة بيعرف مشروع العمار في حفر وفي تراب وفي اوقات مشاكل بس الانسان بيشتغل وبيرجع بيغسل حاله وثاني يوم بيرجع وفي اوقات بيتوسخ وبيضب وشيئاً فشيئاً بصير هالبيت حلو من بعد ما يتزبط بصير بيت عظيم كتير بس بالاول اذا عم بيشتغلوا عليه ورحت وزرتوا البيت بتتوحلوا بيجير من طبيعي اوقات بيقولوا حطوا على رأسكن لانه في خطر بس بس يخلص البيت بصير نفوت على بيت حلو كتير فلحنا بمشروع الاديسة ايه فيه تحديين فيه صليب في اوقات الاخر ما بده يسمع من صلاة بس معلشي احنا فينا نعامك ونقرأ عنه او لحنا وقاعدين عم نصلي امام الايكونة امام تمثال العذرة مضويين شمعة فتحين الكتاب المقدس عم مقرأ حياة الديس عم متأمل دايما نذكر الاخر ونطرع عن نفسنا ليش ابني ما عم بيقدر يتقدس يمكن انا هو العائق والحاجز لانه وقت كتير اللي احنا متصرف بطرق بنفكر الولاد ما بينتبهولها بنصير لحنا الحاجز بيصير كأنه الخوري اللي مرجع الطفل والطفلة للأهل عم بيرجف لانه كيف بدوا ينطلقوا هالأهل ما حياخدوا هالولد الى طريق الديس وياما اوقات صايرة لانه بياخدوا الولد وما منعود نشوفه يمكن نشوفه على المعمودية وبعدين بنشوفه بشيء احتفان وبعدين خلص وصرنا كأهل ما بقى مستعدين نبكي ونركع ونبسلوا ناديهم ونقولوا يا ماما اذا بتحبني تعا معي على الكنيسة تعا مني تيركتك انا بدي اياك ارجع انا وياك على الكنيسة بتنام بالكنيسة بتغمد عيونك ما بيهم بس بدي اياك بالكنيسة محكيون عن كل شي غير على الكنيسة ونقول ما بدنا نعمل مشاكل يلا ما هيدا ابني وابني منيح لحنا ما قلنا ابنكن مش ابنيح بس ليش بتكون ولادكن يروحوا على احسن مدارس ومش غلط ليش بتكون ولادكن وبناتكن يكونوا عندهم احلى حيات بالدنيا ومرجع منقول مش غلط ليش بس تيجي للأداسة وبتيجي للدين المسيحي وللكنيسة ونصير ابنين بعالمات وصف بتقولوا ما بيسمعوا سيعدوهن يسمعوا منروح عند الأطباء منلاحظ بيغيروا بالإشياء تيخلونا الصغار هلأ اذا بتروحوا عند أطباء صغار صاروا عندهم طرق تا ما يعود يخاف الولد التربية تغيرت بالماضي كي لكل الصف يعطوا زيتي الشي هلأ اكتشفوا في أطفال عندهم زكاة أكتر من الآخرين نقلوهن عصفوف القنر وفي منهم عندهم شوية إعاقة وعطوهن إياها بالنهاية إذا ما قدرنا لحنا نعلم ولادنا معناتها لحنا يمكن بدنا نرجع إعادة تأهيل نروح على رياضة روحية لاحظوا الولاد بس يكبروا وحتى بيكون تجوز وفي كتير إشياء بيكون بيعملها بالحيات بس بيضلوا يقول يا الله بتذكر إمي وقتا كانت تعمل هالغرض وبيّة كان يعمل هالغرض ليش؟ لأنو انطبعوا بحياته فبطريقة حياتنا لحنا اليومية يومية الأداسة ساعتها بتنطبع بولادنا هلأوا كلمة بيكبروا بتعرفوا متل شو اسمه شجرة كلمة تكبر عودة بيقسة بس إذا لحنا من أول يوم فتشنا وتعملنا إنه هاي دي هي هالمركز الأداسي بتتغير الحقيقة وبعطيكم مثل بسيط بس تفتشوا عبات مرة أسألتوا دايش قريب على كنيسة مسألوا في مستشفى وحتى اللي بيبيعونا لبيوت بيصيروا يقولوا في مستشفى قريبة في أحسن مداريسون في مول بهالأيام كمان بس ما حدا فكر بالكنيسة غريب مع أنه منقول مسيحيين وملبس الصليم وإذا حدا حكينا شيء عالدين منصير ننفعل برجع بقول بنا نخدها برؤية كبيرة ما لحكينا نقدر نسكن حد الكنيسة ولا شيء بده يضل في بعد بس هل هي من أولوياتنا وإذا ما كانت من أولوياتنا طيب كيف ابننا أو بنتنا بدون ياخدوا أولوياتنا كيف جيراننا بدون ياخدونا بأولوياتنا ليش بدنا نستحي إذا جبنا ضيف ونالو لحنا اليوم ما ما يكن لحمة طيب العالم عم تطلع على المطاعم وما بقى تستحي وبتقول أنا ما باكل لحمة ليش إذا الواحد قال أنا فيجيتاريان صار مقبول وإذا صايم صار مش مقبول ليش كل شيء إحنا منقوله مسيحيين لازم نستحي فيه والآخرين ما لازم يستحوا بيكونوا العالم معزومة وتعودنا أنا ما عم بقول لازم تكون تعودنا لحنا وصغار كدنا إذا رحنا عند عالم وعطونا أكل حتى لو لحنا ما فينا ناكله كانوا يقولوا الأهل كله حتى لو بدك تموت هيدا العالم مضيفينك يا وبدك تشكرون هلأ من عزم عند ناس وأحد الأشخاص وما عم بقول أنه غلط بيقول أنا ما باكل لحمة تلاقي كل العالم ما عاملي شو ما بدأت تعمل جيبوله أكل مش غلط برجع بقول احتراما طيب ليش ما العالم بدأت تحترمني أنه أنا اليوم صايم أنه أنا بعد ساعتين بدي روح على الإددس ليش بدأت نأخر الأكل بينما وكلكم فكر مختبرين منكون أوقات عند ناس وبيقولوا بليس فينا نقوم على الطاولة شوي بكير لأنه ابني بده يترك على المطار وبرجع بقول حلو الاحترام ليش وقت بتيجي على كنيسة ما بيعود في هالنقاط ليش لحنا صرنا بس مهتمين بالبرواز ونصينا الصورة وأمام عدم انتباهنا برجع أقول ما عم بينعمل عن قصد عدم انتباهنا وصرنا ماشيين بهالمسيرة الكبرى اللي بتبعدنا صار العالم بده يحطمنا للنهاية شوفوا شو عم بيصير شوفوا التحديات لأنه أنا وقته بيصير مشروع حياتي مع ولادي مشروع أداسي بيصير ابني بده يعرف انه في عنده مسئولية بالعالم مسئولية بتيجيه الخلق ما منعود لحنا نستغل الطبيعة من دون ما نسأل بيصير بده يكون عضو فعال بالبرلمان بالسياسة بس يعلم مع احترامي وبرجع أقول مش كل السياسيين بس عدد كبير من السياسيين يرجع يذكرهم شو دورهم خدمة الإنسان والمحافظة على الأخلاق فإذا هالشاب والصبية مش غلط إذا صار رجل أو سيدي بيشتغلوا بالعمل السياسي بس شو في غلط يقاف بمجلس النواب ويقول أنا هيدا ما بفكروا صحيح لأنه هيدا بيدربي أطفال هيدا بيدربي عجزة هيدا بيدربي شي ليش لحنا ما منجيب دايما بمعادلاتنا وبعملنا نظرة سيدنا يسوع المسيح ومطرع السؤال شو كان عمل يسوع المسيح لو كان مطرعا لأنه كلنا منغير المعادلات واللي بيقول لا تعرفوني عليه عرفوني على الإنسان اللي ما بيغير شي لأنه أمه أو صديقه بده يصف قدام إذا إجا واحد قال بنا نصفهم بيقول لا نو ستابي بعدين بيجي أمه بيصير فيه ستابي الحكيم اللي بيقول ما بيقبل حدا بعد الساعة الستة بعدين بتصل فيه أنا بيقول له دكتور فلان ها سيدنا بيقول له بعتلك شخص خي جاية ها خلاص مش مشكلة هاي ساعة بده خيك لو بيجي ساعة عشرة بالليل ما بقف فيه ممنوع ما عمبو الغلط لحيات أخدوا عطا بس ليش لحنا ما منجيب دايما هالرؤية المسيحية وتنقدر نجيبها بدنا لحنا نكون عم تنفسها ما عرف لحنا ستات البيت كيف بيعملوا طبخات هنو مغمضين عيونهم ما عرف كيف رجال أعمال كبار وسيدات أعمال كبار بيقوموا بمشاريع هنو مغمضين عيونهم مع الخبرة طبيب اللي بيطلع فينا بيقول خليني شوفك يوم التنين بيقول له لا مرتع بيقول له خليني شوفك يوم التنين يوم التنين بيقول لك لونك مع جبني لأنه عيونه صارت عيون اختبار وهيدا لحنا لازم يكون دورنا بالعين أنه نتقدس وتنتقدس لأنه هيدا مشروع العيلي مشروع الزواج الحب الإلهي اللي بيلاقي بيهالأرض أنه كيف ينمى بنعمة الله والروح الأدوس بدنا لحنا نتغذى ونتغذى أنه لحنا بدنا نقرأ وليادنا بدون يجوا على البيت وما يشايفونا بس عم دورين برامج وبيرجع أقول مش بغلط البرامج بس حلو يشوفونا من وقت لآخر إذا مش كل يوم عم أقرأ الكتاب المقدس عم أقرأ سيرة قديس بيشوفونا ريكعين يكون عندنا زاوية بالبيت حطين فيها كتاب مقدس وآيكونة وشمعة يشوفونا كيف يمتعامل كرجل وإمرأة بحبه بعض دايما بالكلمة الحلوة والابتسامة لحنا مطلوب منا نحمل الصليم أديسة البابا بنيديكتوس السادس عشر برسالة الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس الكنيسة في الشرق الأوسط بتوجه إلى العائلة وبتمنى إذا عندكم وقت تقرؤ هالإرشاد الرسولي اللي أصدروا أديسة البابا بيقول العائلة مؤسسة إلهية مبنية على الزواج كما أراده الخالق كما أراده الخالق على الزواج طابع الحب الزوجي هو في عطاء الذات المتبادل للآخر حتى الاستشهاد كما يظهر في بعض كنائس الشرق حيث يقبل كل واحد من الخطبين الآخر كإكليل نحن تعرفوا لحنا ما نحط إكليل بس يتجوزوا عنده عدة معاني واحد منهم كن إنه إنت إكليلي يعني من عجلك أنا مسعد للشهادة وإنت اللي بتتوجني بيقلك تاج راسي شوفوا هالمعاني هل إحنا ممعرفة؟ وإذا ما ممعرفة كيف بدنا نخبر أولادنا مش هناك يا أولادكم بس بدهم يتكللوا بيجوا بيفاجئوكم يوم الأيام ماما حبيت فلان أوكي مبسوطين إحنا بدنا نتجوز بتصير الأم والبي عم بيفكروا بالكنيسة تبعيتهم وبيجي بيفاجئوهم الولد أو الثقة أو الصبية آه لحنا نتكلل على البحر ليش على البحر؟ هو البحر منظر واو 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 كل أصدقائنا بس ما ممعرف نقللهم ليش لازم يتجوزوا بالكنيسة ونقللهم لأنه تقليد وإحنا هيك عملنا طيب إذا هيك عملنا العالم عم بتغير بس إذا عرفنا شو مفهوم الكليل وليش ممتكلل بالكنيسة وليش وجود الكاهن ضروري وليش لحنا حضورنا وشو عم نقول للآخرين بها الحضور حتى لو كانت كنيسة صغيرة لأنه في كتير أوقات بينسوا الكنيسة الكبيرة ومش غلط بيروعة كنيسة صغيرة ونقول ليش مختارين هالكنيسة بيقول أول مرة تعرفنا أو كنا ماشيين لقينا هالكنيسة الصغيرة وحبينها السؤال هي مش المحبة الكنيسة مش المبنى السؤال هالسر اللي يمنح لألنا هالفهمين شو هو؟ وهون مطلوب مننا نرجع لحنا كأهل كلكم بتعرفوا بالأشغال هلأ ما بقى فيه شغل من دون إعادة تأهيل كل كذا سنة أو كل مرة بالسنة أو مرتين بيبعثوكن تتتدربوا الطبيب عنده بدوا يتدرب يرجع لأنه إشي عم تتغير كل يوم في عنا اختراعات جديدة اللي كنا نعرفه من عشر سنين صار غير مقبول بهالأيام طيب إذا لحنا متدرب تقنياً ويما سيدات عم بيتدربوا حتى بالأكل من فوت على البيوت صارنا نشوف أكل مكسيكي وأكل صيني واو واو برجع أقول حلو الإنفتاح وحلو الإنسان يتحاور مع الحضارات الأخرى السؤال الكبير إنه ليش ما متأهل عن جديد دينياً حتى لو قارينه للكتاب ثلاث مرات مرجع نقرأه رابع مرة لأنه وقته كان عمري عشرين صار غير وقته هلأ صار عمري ثلاثين وثلاثين غير الخمسين لأنه المسيحية كلها علاقة علاقة مع الله هلأ اللي منكن كان مجوز على سنة الخمسة وعشرين بعد خمسة وعشرين سنة نفس الشيء كلكن صار في تغيير من السيدات اللي بتقلنا يا ما بكيوا بالأول أنه شو عم بعمل هون ما بعرف اللي بيضة أو الرجال اللي كان يقول هاي دي مرت كي بدي أكل أنا بهالطبخ وهلأ إذا راح عند أمه أو راح تي عند أمه وقلت لن الأم وين رايحها؟ نايم الليلي لا يا ماما بدي أرجع عبيتي بيتك؟ ليش أنت ثلاثين سنة وين كنت؟ كنت عند أهلي وهلأ هيدا صار بيتي فإذا هيدا البيت صار بيتكن ما تنسوا فيه الحجر الأساس ألا وهو يسوع المسيح خبروه بكل شيء ما بعرف كمان ليش صار في عنا عادة جديدة ما بقى نحط الصليب أو الأيكونات ببيوتنا أو نهديهم لأولادنا هلا ماش حر الإنسان اللي بده يكتر كتير هذا بيرجع لأولون بس حلو يكونوا موجودين وحلو نتذكر إنه موجودين ما لازم يطلع ببيتنا إلا الكلام الحلو دورنا نصير المنارة كلكن بتعرفوا وبعدها موجودة بيه كورانا وبيه ضياعنا وبيه أماكن كتيري فيه ناس معروفين عيال أهل الكرم إذا حدا بده شيء بيقولوله روح لهونيكي هذا الإنسان كريم وإذا بدهن معامله بيقولوله روح عنده المختار ليش لحنا ما مرجع نكون بيت الأداسة الكنيسة خارج الكنيسة الخنيسة العائلة فبتمنى بهالتحديات اللي عم نعيشها بالعالم كله وهلأ مؤخرا بإستراليا بالنسبة للطرح اللي عم تطرحه الدولة هل نحن مع الدواج المثلي أو لا تعرفوا جوابنا محترم الآخرين وأنا بعرف فيه أشخاص عندهم تحديات لأنه ما نهيين إذا أنا مسيحي وابني أو بنتي قالوا لحنا منحب شخص مثلي فيه تمزق بس لحنا اللي مؤمنين بيسوع المسيح بدنا نفتح إدينا لأنه وبدنا نساعدهم وبدنا نصلي أمام المرض وما عم بقول أنا مرض بس ما عم مقدر نفهم ليش فيه ناس عندهم هالميول بس اللي بيحب فيه أوقات بده يقوله لاللي بيحبه إنه غير صحيح الشيء ما لازم دا إذا ابني على المخدرات بده مخدرات بس إذا أنا بحبه ما بعطي مخدرات إذا ابني ما بده يروح على المدرسة مش لأنه بحبه بقوله عود بالبيت نحن معرف الزواج ومفهومه وشو الله طالب منه فإذا لحنا عنا دور نقول للآخرين شو مفهومنا الآخرين إما احترمهم منحاول المستطاع إنه نقولهم هيدا مش صحيح بس كمان لحنا بهالبلد بدنا نقافه بكل البلدين نقول شو من آمن فيه والأشخاص الآخرين كرمتهم محفوظة وعندهم هني مطالب يعطون هالمطالب لحنا ما عم نقول الحقوق المدنية ما يخدوها بس كمان واجبنا نتثقف ونعرف لحنا ليش ونفرجي للآخر إنه اللي بيمشي بنعمة الله بيقدر يروح أوقات يمكن بالضعف على الطرق ما لازم يرحله بس بالآخر ما بيصح إلا عن سيدنا يسوع المسيح وأنا بعرف في ناس عنده ندموع بعيونه وفي ناس يمكن عنده ميول وعم تتصارع ما حب تروح على هالميول بس كمان ما النهيني طيب مين بده يعزيها؟ نبي أشعية بيقلنا قال الرب عزي شعبي عزي فدورنا بهالختام نكون لحنا اللي عم نعلم العالم وندلن إنه تاولى عنا لحنا هون مشروع أداسي الفقير والغني المريض والتعبان الفرحان والحزين تاولى عنا تعوى على كنيستنا وتعوى على بيوتنا وما تخافوا إن شاء الله بنعمة الله كل بيوت كنت تكون بيوت أداسي وبترجع بقول ما تخافوا دايماً ربنا قال لا تخافوا وكونوا هالنور اللي الإنسان اللي ضاعه لأنه كلنا فينا نضيع كبشر يلاقي ببيوت كون محل دفئ محل ناس بتستقبلوا متل ما يسوع المسيع وشوي شوي يبعدوا عن عيوننا لحنا ضعاف هالي مغطيل بناlagen من الملكة salty من يكتشفه مربته ونقول ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الكرايب شكرا